اشتركوا في القناة ويبدأ بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور وطبعا القمر سيظل في هذه المنزلة لغاية الساعة 43 و45 دقيقة من صباح اليوم الاثنين لينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر موجود في برج الثور بما أنه موجود في برج الثور معناته اليوم نشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وإلا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار ويمكن شراء عقار أو اهتمام بالمسائل العقارية كاستجار بيت أو أجار بيت أو أمور العلاقة بالصيانة والترتيب والأمور هاي وقضى وقت ممتع بمناسبة عائلية أو أمور لها علاقة بالعائلة برضو فترة جيدة لمشاهدة التلفاز بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية خطيرة جدا ظهرت على الساحة وتأثيراتها رح تكون عنيفة لمدة خمس أيام هي زاوية التقابل السلبية أسأل الله أنه ما يكون لها أي آثار وتمضي على خير اللي هي زاوية التقابل السلبية ما بين الشمس وما بين المريخ اللي طبعا تأثيراتها من اليوم خمسة اتناعش ورح تستمر لغاية يوم عشر اتناعش بزاوية متصلة ذروتها يوم ثمانية اتناعش الساعة خمسة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج فخلال هاي الفترة ترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة إجمالا وبسود جو من التوتر والعدوانية في هاي الفترة بتوجب الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه ممكن أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير تماما وتدخلنا بمواجهات احنا بغنى عنها نهائيا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية ما بين الزهرة وما بين نبتون وهي تأثيراتها لليوم آخر يوم لتأثيرها بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية بتعكر صفونة عادة زاوية التربيع أو التقابل اللي هي زاوية سلبية جمالا بتزداد فيها أو بتتزايد خلالها التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبي بين عطارد وبين المشتري وهي تأثيراتها لليوم ثمانية اثناش طبعا ذروتها يوم ستة اثناش بيكون في صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وهذا الشيء ممكن ينتج عنه سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي الناتج عن ذلك ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس المنفصلة الإيجابية اللي بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها لليوم ستة عشر اثناش في هاي الفترة بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسببنا الإحساس بالكآب أو الميل للإعجاب بالذات بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي اليوم رح تتشكل وهي تأثيراتها من تقريباً منقدر نحكي من ساعات الفجر ولغاية ساعات المساء المتأخرة هي زاوية الإقتران الإيجابية اللي ما بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية بتعزز طبعاً دروتها الساعة 35 دقيقة مساءً هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الإجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي اليوم أكثر حساسية العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزاتين وتفاحة آدم طبعاً بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية على أنواعها مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور قلو المسار القادم رح يبدأ يوم الثلاثاء ستة اتناعش في تمام الساعة سبعة ودقيقة مساء ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره اتناعشر يوم في تمام الساعة اتناعش وسبعة وعشرين دقيقة ظهرا بيصير عمره تلات عشر يوم نسبة الإطاءة بتصير خمسة وتمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناعش منتحسه بنسبة خمستاش في المية القمر في الثور حتى يوم ستة اتناعش الآن هو منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمسين في المية في ساعات المساء بتنزل نسبة النحوسة لأربعين في المية عطارت في القوس حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 25% الآن في ساعة الصباح بيصير سعيد بنسبة 10% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 منتحس بنسبة 50% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% والمشتري في الحوت حتى يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وعورة نصف الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل يعتبر هذا يوم مناسب وبيحمل في فرص مالية بتكون على الأغلب مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم أغلب هاي المكاسب كلها تيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم بطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا وحاول أنك ما تضيع الفرص واضف طاقتك الذهنية البناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات ولكن بدك تناقش بوضوح عشان ما تنفهم بطريق الخطأ برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة داعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أي شخص أنه ينافسكم اليوم حاول أنك تطوي صفحة من الماضي بترتفع المعنويات مجددا وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوضة عالية وتعتبر فترة جيدة بإمكانك أنك تبادر فيها بأمور جديدة برج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر موجود في بيت المتاعب لغاية الغد فها بتكون تتحملوا وتضبطوا عصابكم إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها وبتخيب أمالكم لسبب ما أو لسبب آخر أهمش إن ما توقعوا على عقد ما تحسنوا أمر فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهنوا عليها برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم حاولوا أنكم تكونوا مخلصين لصداقاتكم ووعودكم ممكن تحصدوا تأييد لا بأس فيه كثفوا ارتباطاتكم وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر ابتفرحوا بانتصار مهني أو اجتماعي ولكن ممكن يصير سوء تفاهم بينكم بين أحد الأصدقاء فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد يعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا طبعا ما ممكن هيك يدخلوا تعديل على عملهم ويعززوا علاقاتهم مع المسؤولين تحمل هاي الفترة نوع من أنواع الضغوط على عدة أصعدة ممكن تكون أيام يعني من أكثر الأيام فيها توتر تنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر فعشان هيك بدك تحاذر من العناد والمشاعر السلبية والمجازفات والمغامرات الغير مدروسة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بيصلكم خبر من بعيد أو من خارج البلاد وبتنجحوا بمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ابتطمئن خواطركم في هذه الفترة ممكن ترغبوا بخوط تجربة جديدة فترة تعتبر مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو تقافي جديدة أو مجال ما وتعتبر من أجمل أيام الشهر بالنسبة لأيكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي إلو صلاة بشراكة أو تعويض أو صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية وتعتبر هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد فعشان هيك لا تغامر بموقعك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد حاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام القمر بساعد على المكاسب المالية والحلول المالية اللي إلها علاقة بتأمين أو ضريبة أو يعني ميراث مثلا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فيعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء شراكات مالية أو شراكات عاطفية يعني ما بين الأزواج أو الخاطبين مع بعض اللي بدهم يخططوا لأمر أو يتفقوا على شيء حافظوا على هدوء أعصابكم نبرد صوتكم بتكون في بعض الضغوط خلال هذا اليوم فبتكون تحاضروا من تأزم أي خلاف وحاول أن يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه أنتم عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم ولكن بتكون تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قصة من الراحة من وقت لآخر بتلاحق الاتصالات وتكثر عندك المسؤوليات وخصوصا العائلية والمهانية فعشان هيك بدك تنظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على تحمل المسؤولية أو على إنجاز بعض الأعمال أهمش أنك ما تشك بنفسك وبرو في بعض الموليد ممكن يهتموا في أمور صحية خلال هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شيء أنك ما تبلغوا في تجربة حظكم المالي أنت اليوم على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي ولكن بتكون تتجنبوا أي انتقادات واسعوا لتلطيف الأجواء بتستعيد اليوم صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة وحاول إتمام العقود والصفقات التجارية الأجواء جيدة على المستوى العاطفي الحظ ما تعتمد عليه كثير يعني ممكن يخذلك ولكن الأجواء جيدة عاطفيا ومعني ممكن تتميل للترفيه أو للتجميل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية حاولوا أنكم تخصصوا من وقتكم يعني فترة هاي الفترة يعني تكون للاهتمام بمتطلبات العائلة أكثر الجو في بعض الضغوطات أو المسئولية الكبيرة أو حدث عائل معين قد يعني ممكن يكون فيه نوع من أنواع الارتباط المهم فما بجوز الفشل وبرضو في بعض المصاريف المنزلية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة والإعلاقات مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع معنى التعامل مع الإخوة مع الجيران بتتمتعوا بقدرة ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم شيء أنك حاول أنك لا تسكت إسمى صوتك حاول أنك تنظم جدول أعمالك تفادي لأي إهمال أو تخصير الأجواء ممتازة جداً ولكن بدها بعض الانتباه خلي كلامك واضح وحاول أنك ما تندفع تتهور أثناء القيادة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر